موسيقى نروح لفيديو المثبت بالتعليقات وتشوفها الشاهدة كلها وتكتب عليه تم حتى تدخل للسحب وراح نختار عشوائي خلينا نبلش بحلقة اليوم استغل شاكل فهد لو شهد اوكي فهد نا فهد فهد خافت خلاص معلومات عامة او معلومات اول مرة تعرفها واغرب خمس معلومات شهد الشمري يمكن تسمعها اول مرة شهد الشمري طبعا بدايتها الفعلية بالاعلام هي بين 2006-2007 برنامج شهد وشعر اللي طلع على قناة الفيحة ايضا معلومات ثانية اللي هي اكثر شيوعا انه شهد الشمري هذا مو اسمها الحقيقي اسمها الحقيقي هو دعاء وذلك عن طريق المقطع المشهور اللي انتشر الها ايضا شهد الشمري او دعاوة ومولاشعار هي صاحبة اكثر مقطع فيديو تداولا على الانترنت الفيديو اللي يسموها بفضيحة ولكن حسب ما ذكرت هي ونفتة في جميع البرامج اللي طلعت بها وقالت انه قاعدة عائلية وقاعدة بنات نتوقع كل شي نحتي منها ووضحت الفيديو بشكل كلش حلو كلش اعترافي قالت على بنات بناتنا ومن حقنا كل شي نحتي واي اثنين يقعدا براحتهم يحتي ايضا المعلومة اللي بعدها انه شهد الشمري هاي الخطوبة او الارتباط الاول والرسمي الها اللي تعلن عليه منصة التواصل الاجتماعي بعد ظهورها من سنة 2006 حتى لو كانت قبل مخطوبة او من زوجة ما علنت لكن هذا الاعلان الرسمي الاول لها مما ساعد على انه هي تشتهر او يصير تداول لها بشكل مطبيع ايضا على ذكرة تداول شهد الشمري وفهد هاشتاك الاسبوع الماضي كان مصدر سبعة مليون بالعراق حاليا تراجع الى خمسة مليون وذلك قلت الاهتمام ايضا شهد الشمري من اصول كردية مثل ما ذكرت لكن هاي المعلومة مو صحيحة بس هي تحكي كردي ومتمكنة من اللغة او اللهجة الكردية اما مسألة الحجاب وانه ذكرت تقارير على اساس انه هي نزلت على سناب مالتها والانستجرام ستوري انه قالت انه بسبب حبيب بفهد طلب من عندها تحجب خلاص انا قررت اتحجب وما راح انزال الحجاب هذا الشي غلط ومو صحيح وهذا الشي انه احد كانت تقدم ناس كل عمره واحد زيارات بيت الله الحرام فنزلت هاي الصورة وتلقوها موجودة على حسابها بالانستجرام فلا انه تحجبت ولا لبست الحجاب هي هاي المعلومة الصحيحة والاكيدة اما مسألة الهدايا اللي قدمتها شهد الخطيب هفهد لحد الان ما شفنا اي هدية تذكر من غير الورد والكيك هذا اللي نعرفه ونشوفها من خلال الستوري اما الناس اللي قالوا انه مشتريت لها بيت بزيوني هذا الشي غلط واصلا مو صحيح هو ما محتاج بيت او الناس قالوا مشتريت لها سياري لكزيز 2020 هذا الشي ايضا مو صحيح لكن الصحيح انه شهد تقول انه انه اغلو اجمل هدية الفهد ماكو داعي اجيب لهدية طبعا هاي من عندي اخر شيء هذا هو المعلومات اللي قدرنا نجمعها وان شاء الله اجبتكم تقوم على المتابعة ومثل ما قلت لكم لازم انوح على مسألة الدعم للقنوات الضعيفة يوصلك 10 كيب خلال اسبوع وسبوعين ما عليك انه تشوف الفيديو المثبت وتكتب بالتعليقات شرط انه تشترك بالقناة مع السلامة